أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بالجهود الطيبة التي يبدلها مصرف البحرين المركزي لتمكين مملكة البحرين من الحفاظ على مكانتها المالية ومتانة اقتصادها في ظل ما يمثله قطاع الخدمات المالية من إسهام أساسي في خدمة الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدة في قصر لصخير هذا اليوم أعضاء مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي والإدارة العليا وعدد من المسؤولين بالمصرف حيث تشرف سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بإهداء جلالة الملك المفدة الميدالية التذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين على إصدار الدينار البحريني عام 1965 وقد أثنى جلالة العاهل المفدة على الجهود الموفقة التي يوالي بذلها أعضاء مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي والإدارة العليا والمسؤولون في المصرف لخدمة مملكة البحرين وتعزيز مركزها المتميز في القطاعات المالية والمصرفية مؤكدا جلالته الدور المهم الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي للارتقاء بالقطاع المالي والمصرفي وجذب الاستثمارات منوها حفظه الله بالسياسات النقدية لمصرف البحرين المركزي والتي تتماشى مع أفضل المحاير الدولية والتي تصب في صالح تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي متميز للخدمات المالية والمصرفية وأكد جلالة الملك المفدى على استمرار مملكة البحرين في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتنوع أدواتها وتحفيزها تحقيقا للنمو المستدام بما يدعم الموقع المالي والاقتصادي الحيوي للمملكة ويصب في توجهاتها الرامية نحو تأكيد مكانتها في القطاع المالي والمصرفي متمنيا جلالته لأعضاء ميليس إدارة مصرف البحرين المركزي والإدارة العليا كل التوفيق والسداد موسيقى موسيقى